طيب عايز اعادك للاتحاد شوية الاتحاد كان ماشي بشكل معقول جدا وبدأت النتائج تدرجع بعض الشيء اه اللي حصل يعني يمكن انا عقدك للبدايات كمان يعني يمكن نادي الاتحاد المسم ده تعادل خمس مباريات وكسب ثلاث مباريات وخصم مباراتين المباريات كمان يعني هي نسبة التعدل شوية كانت في اسكندرية اعلى شوية اتعادل مع استران كامباني وتعادل النهاردة مع طلع الجيش وكان قبل كده مع اسموحة وكان مع سراميكا وكان متقدم اربعة اتنين اه هي طبعا امكان انا قلت التدعيمات كانت مهمة جدا في يناير وانا كان عندي قناعة النشابانة لما جيه عبدالله نصيب اللاعب الدولي الاردني الاتنين مساكين دول انا قلت ان هم عايديفوا المكان ده وابراهيم حسن طبعا جاي من برمتس ابراهيم لعيب كويس وامكانياته كويس الناس بقى يعني الناس زعلانة من النتائج ومن حالة التزابزب اللي حصل في الفترة الاخيرة دي لان انت عندك لو عبدالله نصيبه ومحمد شابانة مفروض انه من افضل مساكين السنة اللي فاتت معاه اسوان لو وصل لحالته مع محمد عبدالسلام بقى انت عندك ثلاثة في المكان ده يلعب منهم اتنين هتلاقي نفسك انت قفلت المكان ده خاصة النادي لاتحاد الفترة الاخيرة كلها اه 11 مباراة في كل مباراة دخل في اهداف معادة مباراتين بنجونة اللي هو كسبعة صفر وتعادل مع المقصة صفر صفر صحيح فمعدل اهداف دخل في المرمج كتير اه جبت بشكل كويس ودي النقطة بقى اليجابية اللي انا عايز اخدها يعني انت لما يبقى عندك قدام كريم الديب وخالد الغندور وعبدالغني وميسي اللعب الصغير اللي جاي وما بقولوله لما يبقى عندك هداف الدوري النهاردة من عندك يبقى انت في ميزة كبيرة جدا في الخط الاماني الفكرة بقى ان انت ازاي تيجي تتافع خط الظهر بتاعك اللي هو بقى له فترة مش بيلعب مع بعضه ودي ساعات بسبب يسوات او يقفات او الكابتن حسن بيحب دائما يبدل عدم الاستقرار في خط الظهر ده او عدم ثبات التشكيل في خط ده اثر على الفريق بشكل كبير اه طيب انت بتكلمي الوقت على امور فردية امور اللي يعلقى باسماء لعبين طيب الاهداف لما تخش فيك كتير ده برضو فكر تكتيكي وهجومي للكابتن حسن يعني واضح انه هجوميا هو مركزه هجوميا ومش فريق ما يخش فيه اهداف كتير هل وده قصر الفريق نقط يعني خصر الفريق نقط وممكن يكون الكابتن حسن يقولك لا انا اجيبتها اربع اهداف يخش فيه جول او جولين مش مشكلة وده حصل في بعض المبورات حصل في مبوراتس رميقة بالزبط مثل متقدم اربعة اتنين ودخل فيه هدفين واربعة بالزبط فالفكرة انه ده مش محتاج بعض التعديلات الفنية والتكتيكية في الملعب ما هو يعني العناصر العناصر الكابتن حسن بيلعب اربعة اتنين تلاتة واحد او ساعة بيلعب اربعة تلاتة تلاتة اما بيدي لساعة ده صنبري شوائع لكن احنا بنتكلم فيه انه انا من ساعة الدوري مبادع يا كريم لغاية النهاردة مفيش تشكيل لنادي الاتحاد ثابت غير مباراتين تقريبا على ما اتذكر في ووتشار واستران كومباني اللي لعب فيهم محمد عبدالسلام وشابانة الاتنين جمع بعض وكان صبر رحيل ناحية الشمال وهشام صلاح ناحية اليمين دول الماتشين اللي الاتحاد كسبهم وراء بعض يعني حتى في الجدول في الدوري الاتحاد ما كسبش مباراتين وراء بعض من اول الدوري اللي هو الكابتن حسام اللي احنا دايما بنهاجم على طوله بنجيب هداف وبتيجي اخطاء فردية بتبوز المنظر اللي حصل ده اما يبقى عندك انت اتنين هدفين هدفين الدورية بيبقى انت بتجيب جوان بيبقى هيا الفكرة كلها في الاربعة والاتنين اللي قدام منه مانجا بيجي لوقت اصابة يعني في بعض الاوقات كتيرة قوي كان في عدم توفيق في الاصابات تبصي تلاقي مانجا بشكل كويس ماشي هو مروان عطية يحصل اصابة المانجا يحط مورو مورو الماتش اللي فات مورو لما رجع من التوقف ده كابتن حسام استخدمه كمساك واستخدمه كدفيندر وظهر بشكل كويس قوي اتصاب الماتش اللي فات ملعبش النهاردة صحيح فدي حاجات بيبقى فيه متغيرات بتبقى غزمة على المدير الفني لكن ازاي برضو انا خط الظهر والاتنين اللي قدام منهم الاربعة والاتنين اللي قدامهم الستة دول طول ما هم سبتين الاماكن اللي قدام انت تغير فيها لان انت مش محتاج بوزيشن في الحتة لو ضيع انت مش خسران حاجة صحيح انما الاربعة وحرس المرمة لو ما حفزوش بعض فاي خسارة انت خسران فيها هدف او فيها خسارة مباراة صحيح طيب انا سألك وانت قريب طبعا من جمال الاتحاد طول الوقت بصراحة شديد علاقة جمال الاتحاد ما زالت بنفس القوة مع كابتن حسان حسن؟ يعني لا يا طبعا انت عارف اي فريق اي فريق بيفقد خاصة جمال الاتحاد او الانداء الجمهرية بيبقى دايما عايز المكسب وعنده الطموح يمكن انا شايف ان بداية الموسم السنة دي الكابتن حسان نقال لهم من السنة اللي فاتت طموح مختلف دي حسب حاجة ايجابية لي انا لما نقلت لهم الطموح ان انا لازم العب افريقيا والعناصر اللي انا قلتها دي كريم تقدر ان هي تلعب افريقيا في ظل الظروف المحيطة بنهادي الاتحاد السكندري ما هو انت انت كل حاجة متوفرة دي الوقت يعني احنا مجلس الادارة بكريمات الستاذ محمد بن صلحي موفر كل حاجة سواء امكانيات مادية ملاعب صلاة جم جديدة يعني كل ما يحتاجه الفريق بيبقى متواجد استقرار على المستوى الاداري حصل في الانتخابات القايمة بالكامل نجحت فدي نقاط كلها مهمة مع الطموح اللي كابتن حسام حسن بيلعب على المركز الرابع فبقى عندهم طمحي انه يلعب فافريق النهاردة الجماهير بدأت شايف الفريق في المركز التاسع وفيه مثلا فيه بعض الفرق لعبت مبرياتي اقل لأ طبعا لازم الجماهير اعتغضب اصلا الجماهير مهما كانت بتحب يوسف حمدي يتحب الكابتن حسام او ما شوف متاج مترجع حاجة بالنسبة لهم إنه يلوح كذبان ومفوف بالتأكيد هو نادي الاتحاد يجب جماهيره وخلاه نافس الاندية كلها جماهيرية الجماهير كمان دلوقتي المحل والمصري والاتحاد بقى عندهم حالة قالأ رهيبة من اللي شايفينه في الإسماعيل مم ده كمان بقى عملード ضغوط عليهم يجس انا الاتحاد اللي مش هيحصلي حاجة انا المصري مش هيحصلي حاجة المحل مش هيحصلي حاجة ده الإسماعيلي شوف الإسماعيلي ما هي حصله لا فاحنا ايه لازم على طول نكسب ونلحق نفسنا صحية فدي كلها ضغوطات برضو على الجماهير وعلى مجلس الاضارة صحية